السلام عليكم ورحمة الله تعرف وبركاته أهلا بكم من جديد في قناة فريدة شانيل نتمنى تكونوا جميعا على خير وبخير في أحسن الأحوال بإذن الله لا تنساوش الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد والآل وصحبه وسلم تسليما كثيرا على هذا الفيديو سنرى ما هي الشروط وطريقة الجيل ونجمعها التكوين في مهان صناعة السيارات بالقناة الطيرا سبق قدرت الفيديو على إفمية ديال البيضاء الآن بالنسبة للقناة الطيرا على هذا الفيديو سنرى ما هي الشروط وما هو الوثائق ديال الملف زائد عنوان الإرسال زائد طريقة ملء استمارة عبر الأنترنت في الموقع بالنسبة للشروط والدبو بالنسبة للإعلان اللي ينظموا معهد التكوين في مهان صناعة السيارات بالقناة الطيرا مباراة ولوج لسنة 2022-2023 من 25 إلى 26 يولوز 2022 يعني هنا تاريخ المباراة يعني غايكون من 25 إلى 26 يولوز 2022 بالنسبة لغايكون هناك انتقاء الملفات ديال المترشحين في الشعاب التالية كين جوج ديال الشعاب كين تقني متخصص في الهندسة الميكانيكية وكين تقني متخصص في الأنظمة التلقائية بالنسبة للقناة كين فقط جوج ديال الشعاب على علاكس ديال البيضاء كين ربعا ديال الشعاب بالنسبة للشروط الولوج اللي يتجاوز سن المترشح 30 سنة عند تاريخ بدايات التكوين يعني مخصوش يتعدى 30 سنة من يبدأ التكوين يعني يكون مترشح حاصل على شهادة البكالوريا العلمية التقنية أو الميهانية نعلم للأسف بالنسبة للبكالوريا الأدبية أو العلوم الإنسانية فهذا حالة غير مقبولة أو حاصل على ديبلوم تقني في مجال مطابق للشعباء المختارة يعني اللي عنده ديبلوم ديال الكنيسي يعني يجتز بنزح اختبارات المباراة بالنسبة للاختبار كيكون في الرياضيات وفي الفيزياء وفي الفرس يعني ثلاثة ديال المعود هذا بالنسبة لشروط الولوج بالنسبة لملف الترشح يجب أولا تعبئة استمرت جيل عبرها الانترنت على الموقع F-MIA-S-A.MA وطباعته هذا يشوفوا كيفاش قد ينعمروا الاستمارة نسخة من شهادة البكالوريا مصادقة عليها أو نسخة من ديبلوم تقني مصادقة عليها بالنسبة لي عنده بكالوريا وقد يديروا استمرت بيسر ديال البكالوريا وغادي يكون نسخة ديال البكالوريا مصادقة عليها يعني legalizing وبالنسبة للديبلوم تقني أيضا سيكون legalization ديال ديبلوم التقني نسخة من البطاقة الوطنية اللي تتعيه مصادقة عليها حتى هي تكون legalizing نسخة مبين نقطة الوطنية للبكالوريا مصادقة عليها هذا بالنسبة للحسن على البكالوريا ونسخة مبيان نقاط الجيهة والبكارية مصادقة عليها بالنسبة للحاصل على البكارية عندهم جوج ديال الملفات إضافيين على ديبلوم تقني بالنسبة لي هناك ملاحظة بالنسبة للملفات الغير مكتملة أثناء دراستها تعتبر لغي يعني إذا كان ملف ما مكملش مع مكملش وثيقة أو ما مكملش شرط في هذه الحالة كيعتبر لغي بالنسبة للملفات التي تصل للمعهد بعد تاريخ انتهاء الأجار المحدد لها تعتبر لغياء أيضا لو يستحسن إرسل ملفات عبرال بريد السرعي كونغوكموندي وأن آخر أجل لاستقبال ملفات المترشيحين بالمعهد هو يوم الأربعة 20 يوليوز 2022 على الساعة الثانية بعد الزوار وسيتم الإعلان عن نتائج الانتقاء يوم الجمعة 22 يوليوز 2022 يتم إعلان لوائح الانتقاء الأولي على الموقع الإلكتروني للمعهد وسيتم تنظيم مباراة أخرى لفائدة المترشيحين ناجحين في الدورة الاستدراكية للباكالوري بالنسبة للعنوان هنا بالنسبة للبريد الإلكتروني بالنسبة للسيت وبنسبة للأدرس هي هذه أطلانتيك فريزون تيري أرين كاتر تيري كومين أمور سافيلا كينيتخا وهذا الأدرس ديال دوسي هو هذا البوات بوصل 362 سيدي حياة للغرب وهذا الهاتف وهذا الفاكس الان بالنسبة للطريقة ديال التجيل أو طريقة ديال مال استمارة أدخلوه هنا في الموقع دا أخليكم هذا الرابط بالengerمشاني في الفيديو هنا جد الأدرس انسكرخ سيفوزي تباشولي لك عندك الباكالوريا ابين انسكرخ سيفوزي تكنيسي لك عندك الدوكول وديال تكنيسي المسبة للنسبة 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 لكياء المترجم للقناة 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 المترجم للقناة